نحن المرتكز عندنا أتعلمون ما هو الخبر المعتبر المروي في مصادرنا عن إمتنا عليهم الصلاة والسلام لما سئلوا عن محمد بن الحنفية وأمثال هؤلاء من بني هاشم ممن خذل الحسين لم يشترك مع الحسين الإمام الصادق عليه السلام أجابهم بكلمة واحدة مضمونها قال سأذكر لكم أمراً لا تشتبهون بعده تعرفون ذؤل حالهم شم إن الحسين كتب لما توجه إلى العراق كتب إلى محمد بن الحنفية وسائر بني هاشم اللي منهم عبدالله بن جعفر وأمثاله ممن تخلف عنه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بيستشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح وفي لفظ آخر على ما ببالي لم يدرك النصر خلاص انتهى هؤلاء من تخلف عن الحسين من بني هاشم مذمومون بعد لطلعون أعذار هذا مريض وذاك أعمى وذاك مدرشنه أصحاب الحسين كان فيهم من يعانون من أمراض ومن أوجاع ومن عجز أكثر من هذا لماذا لم يتخلفوا؟ على أنه ما يذكر في مقام الاعتذار عن هؤلاء أصلا كثير منه لا أصل له أصلا لا أصل له وجاء في الأعصار المتأخرة ومن باب العاطفة كما قلنا ومن باب الرجوع للروايات المعتبرة أو ما يمكن الارتكاز عليه على يتيحر ترجمة نانسي قنقر